أسئلة كثيرة جداً عن اللغة العربية في المدرسة ولكن خلينا ركز في وسائل الإعلام لو اتكلمنا على وسائل الإعلام وتناولها اللغة العربية في الفصل اللي فات ده بيطرح معنا برضو سؤالة عن الدراما باللغة العربية كان عندنا ممثلين عظام بحجم محمود ياسين أشرف عبدالغفور أسماء لامعة متحة مرسي كان بنسمع منهم اللغة بنستمتع النهاردة يا أستاذ حازم فين الكلام ده؟ مين من الجيل الجديد اللي تعول عليه أنه يبقى أحد حراس اللغة العربية للأجيال القادمة؟ في مجال الفن والدراما يعني في مازال في ناس موجودين خالد عبدالسلام في بعض الأسماء الحقيقة بتقدي مازالة محمود يعني في مجموعة موجودة لكن معدوش زي الأول مش كتير زي الأول يعني الأول كان المجموعة أكبر مما تتخيل يعني يعني أنا كان فعلا بيحضر معنا في برنامج قطوف الأدب من كنام العرب وهو برنامج إذاعي بنسجله في ساعة أو نص ساعة بيحضر معنا فطاحل يعني تلاتة أربعة من الفطاحل وتحس حتى لهم تصويب يعني مثلا الله يرحمه الفنان الكبير عثمان محمد علي كان يعني يحضر في الحلقة مرجع يعني حتى الممثلين زميله لما يخطئوا على طول يوقف تسجيل ويصويب لهم يعني كانوا عندهم مرجعية يعني هما نفسهم كانوا أسادزة مش مجرد إن هو ممثل أو مؤدي لأ هو كان فعلا يتقن على العربية نتقن ولغة ونحوا يعني كان فعلا نماذج محترمة للأسف يعني بدأت يعني تعليق الصوتي في أزمة تعليق الصوتي في أزمة لأنه برضو مازال برضو في ناس بتعلق يعني عندهم أخطاء في اللغة سيبك من اللغة بلاش النحو بيتصحح لكن في أخطاء في الأداء الصوتي في بعض النطق الحروف في مثلا من الأخطاء الشائعة جدا على مستوى كل القنوات همزة الوصل وهمزة القطع يعني عدم إدراك همزة القطع من همزة الوصل دي من الأخطاء الشائعة جدا اللي بتستفزيني أنا شخصيا يعني حضرة إلى القاهرة اليوم الرئيس ما ينفعش يعني الألف ولم أصلا همزة وصل لا يجوزني أنا توقف عندها هي أسماء وصل ما معنى همزة وصل أنها تسقط لوصل الكلام يعني وندرب لهم الأمثلة كتير يعني في بعض حتى بالأسماء مثلا الأسماء اللي هي محددة همزة همزة وصل زي اثنان واثنتان امرأة ابن ما ينفعش أقول دي أقال ابن الابن الامرأة الاثنان الاثنتان كده بلاقي كل الناس أو معظم الناس اللي هم مش رسخة عندهم لغة على طول همزة قطع دي من جماليات اللغة العربية لأنه أنا زي ما بقولهم دايما التشكيل ونطق الحروف بسلاسة بيدي موسيقى للكلام يعني أنا بقدي حتى ولو في نشرة الأخبار لازم أقديها بسلاسة بتطلع جميلة يعني بيدي جمال اللغة والشعر يا رسالس عزيزي اسقاط ده الشعر ده قصة تانية يعني أنا بتكلم بلوقتي على من اللي يحمل رأية أجيال كميرة لا ما زال له على فكرة ما زال عندنا شعراء كتير يعني ملقى عليهم بالضوء يعني بيقدم يعني مش قوي يعني ما بني دي يعني مثلا الشعر والفنون حتى الفنون التشكيلية بلاحظ إنها متراجعة حتى فيه مثلا معارض للفنون التشكيلية في منتهى الرقي لكن الإعلام ما بيسلطش الضوء عليها فيه معارض للخط العربي لا يسلط الضوء عليها الندوات الشعر برضو تتاخد بشكل كده هامشي فالحاجات دي كلها بتعمق فينا الثقافة لأن الثقافة دي بحر واسع ومتعدد منه اللغة العربية اللي إحنا بنتعامل بها في حياتنا بشكل مفروض يكون راقي ولذلك نلقي عليها الضوء ندوة شعر لازم أسمع وسمع الناس الإلقاء الجيد واللغة الحلوة ده كل ده مطلوب من الإعلام ترجمة نانسي قنقر